طبعا هذا هو السؤال اليوم لمعظم المتداولين في أسواق الأسهم هل نحن أمام فقاعة هل هناك أي شيء مقارب لما حدث في عام 2000 عندما فجرت فقاعة ال.com أم أنه نحن بعيدين عن حدوث أي شيء مماثل وخصوصا بأن هذا الرلي القوي اليوم يقوده قطاع التكنولوجيا والذي أصبح الأكبر حجما في الأسهم الأمريكية طبعا بالنسبة لموشل S&P 500 سجل اليوم الأثنين في بداية التدورات أرقام قياسية جديدة فوق 3400 نقطة واليوم نتحدث عن دعم أساسي لهذا المؤشر عدت أسهم تكنولوجية ولكن كان أبرزها أبل التي أصبحت قيمته السوقية أكثر من تريليونين ومئتي مليار دولار طبعا التسارع الذي شهدناه من تريليون إلى تريليونين كانت فقط خلال عامين استطاع أن يسجل سهم أبل قيمة سوقية إضافية بحدود التريليون دولار أما بالنسبة لانقسام الذي نشهده واضح كبيرا في أسواق الأسهم وهنا طبعا المشككين في هذا الرلي بأنه يفتقر إلى ما يسمى البرتث اليوم بأنه فقط وضع أسهم أو قطاعات محدودة من يقود هذه المكاسب لو نلاحظ كيف كانت تفاعل السوق منذ التاسع عشر من فبراير طبعا هذه كانت أعلى قمة ووصل إليها في بداية العام ومن ثم إلى ثامن عشر من أغسطس عندما بدأ يسجل أرقام قياسية جديدة نشهد اختلاف واضح بأنه ثماني وثلاثين في المئة من الأسهم استطاعت أن تسجل مكاسب فوق التاسع عشر من فبراير بينما اثنين وستين في المئة من الأسهم لم تصل بعد إلى مستويات التاسع عشر من فبراير هنا نتحدث عن حوالي أثلاثة وأربعين السهم حققوا مكاسب فوق الخمسة وعشرين في المئة من مستويات التاسع عشر من فبراير ولكن كان أهمها أبيومات بيبال طبعا أمازون والتي أضافت الكثير خلال الفترة الماضية بينما لدينا حوالي مئة وستة وعشرين شركة تكبدت خسائر منذ التاسع عشر من فبراير بأكثر من خمسة وعشرين في المئة الذي كان لدينا سهم أمازون هو من أبرز الأسهم في هذا القطاع الذي قاضى كل هذه الأسهم أما بالنسبة للرعاية الصحية فطبعا مع تطور لقاح وعلاج لفيروس كورونا كان من القطاعات التي استفادت بشكل كبير وطبعا التكنولوجيا الاتصالات 46 في المئة بينما القطاع المالي الطاقة والماء والكهرباء أصبحت هذه القطاعات هي الأصغر في السوق الأمريكي ولكن التباين ملحوظ طبعا في أداء الأسهم حتى من ضمن أو داخل هذه القطاعات فنلاحظ بأنه في قطاع الطاقة طبعا معظم قطاع الطاقة هو في اللون الأحمر بينما العقارات كذلك الأمر كانت العوائد سالبة بالنسبة لهذا القطاع قطاع المالي معظمه أيضا في اللون الأحمر ولكن السلعة الأساسية بقيادة أمازون شهدنا مكاسب الرعاية الصحية أيضا بعض المكاسب والتكنولوجيا ولكن حتى من ضمن هذه القطاعات الرابحة إلا أنه لدينا الكثير من الشركات الخاسرة أيضا أما بالنسبة للمؤشرات الأمريكية فطبعا هي أرقام قياسية رغم الكثير من التحديات التحديات وخصوصا قد نشهد أبرزها خلال الأسابيع والأشهر القادمة يفصلنا حوالي السبعين يوم من الانتخابات الأمريكية وبالتالي التركيز سيكون على هذه الانتخابات ولكن لإضافة إلى ذلك اليوم هناك تخوف من حدوث ركود جديد في الاقتصاد الأمريكي ويسمى فيها تصريحات الفيدرالي حول استمرار الضغوط على الاقتصاد طبعا شهدناها أثرت على السوق ولكن فقط ليوم واحد بعد أن جاء محضر الاجتماع فيه ومن التشاؤم حول التعافية الاقتصادي وطبعا الحرب التجارية مستمرة ومن الممكن أن يستخدمها ترامب سلاح في حملته الانتخابية وأيضا نتائج مخيبة للشركات لو شهدنا بعد منتصف بعد نصف أول كان مخيب ولكن هل في الربع الرابع سنشهد تعافن ربما يسمح لإقناع المستثمر بأن هذه التقييمات اليوم مقنعة طبعا هذا بس نرقبه ولكن قد تكون الأبرز هي المعركة الانتخابية خلال هذه الفترة وكيف ستؤثر على الأسواق المالية